التنمية المستدامة كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض متفدين تسعى الدول إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والنهوض بالمجتمع في جميع المجالات وفق خطة مرسومة ولتحقيق ذلك تقوم الدول باستغلال الثروات والموارد التي تملكها ولكن تبرز عدة تساؤلات أين حق الأجيال القادمة في هذه الثروات؟ أين مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه المحافظة على التوازن البيئي وتقلص مساحات الغابات وتلوث الماء والهواء وارتفاع درجة حرارة الأرض؟ لذا يبرز مفهوم التنمية المستدامة يقصد بها التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وترتكز على ثلاثة مجالات رئيسة هي الاستدامة الاقتصادية التنمية الاجتماعية الاستدامة البيئية ترجمة نانسي قنقر